كما شهدت الكنيسة الكاثوليكية في الغردقة قداس أعياد الكريسماس باللغتين الفرنسية والإيطالية وسط حضور كبير من الجاليات المختلفة بالبحر الأحمر تزينت الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة لقداس أعياد الكريسماس للأجانب باللغتين الفرنسية والإيطالية وسط حضور كبير من الجاليات المختلفة في البحر الأحمر القداس الذي جاء وسط حضور كبير من السياح والأجانب المقيمين في مدينة الغردقة ترأسه القس ماريو باللغتين الفرنسية والإيطالية وحرصت فنادق الغردقة على الاحتفال بعيد الكريسمس بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وتزينت الفنادق بمجسمات بابا نويل بزيه الأحمر الشهير ممتطيا جملا ليقوم بتوزيع الهدايا على السائحين والأطفال الصغار على الشواطئ واستفرحة وتبادل للتهاني هي إذن أجواء عيد احتفالية شهدتها مدينة الغردقة بحضور مميز من السائحين من مختلف دول العالم